ترجمة نانسي قنقر أحمد خليل أبو مديغم لمراسل قناة مسواف النقب إن الهدم المستمر والدمار والخراب الذي تلحقه وحدة يؤاف مدعومة بحراسة من الشرطة الإسرائيلية تؤكد على أنها لم تغير شيئا من سياساتها ضد السكان البدو في النقب الهدف إلى الاقتلاع والترحيل وأشار إلى أن هدم مساكن قرية العراقيب جاء بتزامن مع قرب افتتاح السنة الدراسية وتشجيع للعودة إلى المقاعد الدراسية الأمر الذي أدى إلى تحطيم نفسية الطالب الذي من الممكن أن لا يعثر على الكتاب الذي قام بشرائه قبل فترة قصيرة